موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدين في كل مكان أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور أنا بصلي من كل قلبي أنه فعلا نور المسيح يملأ حياتك اليوم في هذه الحلقة رح نلقي الضوء على موضوع كتير كتير مهم موضوع كتابي موضوع جميل موضوع مميز وموضوع كمان عليه تساؤلات كتير ومعنى الشخص المناسب اللي يرد على هذه التساؤلات اليوم الموضوع بكل بساطة هل يؤمن المسيحيون بإله واحد أم بثلاثة حول هذا الموضوع رح يدور الحديث ورح يكون فيه أسئلة كتير حول هذا الموضوع وفي الجزء الثاني من هذه الحلقة رح نفتح خطوط الهاتف إذا عندك أي استفسار أي سؤال بكل سرور منرحب بأسئلتك أعزائي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة رح نتكلم عن موضوع هل يؤمن المسيحيون أو هل يؤمن المسيحيون بإله واحد أم ثلاثة ورح يدور حديثنا في هذه الحلقة عن الوحدانية طبعاً في الثالوث المقدس يسرنا أن أقدم ضيف هذه الحلقة هو مش ضيف هو أخ صديق عزيز هو خادم للإنجيل مميز معلم للكتاب مؤلفات كثيرة كتب عديدة بحب أقدم دكتور عماد شحادي دكتور عماد شحادي هو مدير كلية اللهوت بالأردن المعروف اسمها الجيتس أهله سهلا دكتور عماد دكتور عزيز نحن كتير فرحاً أنك تكون معنا في هذا البرنامج طبعاً أنت مألف مؤلفات كتير واحدة من الكتب اللي بحبها كتير أنك كاتب أنت عن موضوع طبعاً كتاب ضخم جداً الآب والإبن والروح القدس إله واحد آمين وبعدين المكتوب ضرورة التعددية في الوحدانية الإلهية ممكن تعطينا التعريف عن فكرة الثلوس في الكتاب المقدس شكراً أسيس نزار امتياز كبير حقيقة أكون معك وصديق أخديم أشكر رب لهذه الفرصة الحقيقة بداية كلمة ثلوس غير موجودة بالكتاب المقدس العقيدة موجودة التعليم واضح بس الكلمة بمعنى أنه ممكن الإنسان يستخدم أي كلمة أخرى تناسب من يشارك معهم مثلا ممكن تحكي عن أبوية الله مجرد ما تقول أنه الله أب أو آب معتوه هناك ابن هناك علاقة بين الآب والابن بالروح القدس ممكن نشرحها أكثر بعدين لكن الأساس الأول لهذه العقيدة هو أنه هناك إلها واحد لا نؤمن بتعدد آله إطلاقاً هذا غير صحيح الكتاب مقدس يشدد على هذا طبعاً العهد القديم واضح بهيك وأيضاً العهد الجديد أعطيك أيتين أو ثلاثة من العهد الجديد بس نتوضح مثلاً في كورنطس الأولى نحن نعلم أنه ليس إلها آخر إلا واحداً ليس لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الإشياء ونحن له بهذه البوضوح هذا العهد الجديد مرة أخرى يقول مثلاً رب واحد إيمان واحد معمودية واحدة إله وآب واحد للكل الذي على الكل وبالكل وفي كلكل أخيراً أنت تؤمن أن الله واحد حسناً تفعل هذه آياتنا جديدة من مختلف الرسول حتى الرب يسوع استشهد في العهد القديم بيشدد على وحدانية الله فنحن نؤمن بإله واحد لكن بنفس الوقت يقول مثلاً رسول يعقوب أن تؤمن أن الله واحد حسناً تفعل الشياطين يؤمنون ويقشعرون حتى الشياطين يؤمنون أن هناك إله واحد بمعنى أن هناك معلومات إضافية أعلنها الله عن هذا الإله الواحد هناك جمال هناك بعد آخر يعني بمعنى آخر لا يكفي أنك تؤمن أن هناك إله واحد عندما الله يعني شيء عنها الوحدانية يريد أن يكشف لك لخيرك ولمصلحتك هذا هو إعلان عهل جديد عن عقيدة الثلوث هذا بداية يعني عاوز أقول أنه يعني أنا بحب طبعاً دراستة التاريخ ودائماً بحب أطلع على سياق الحديث في أيام المسيح مثلاً كيف فهمه هذه العقيدة وبالعكس ما كانتش مناقضة للفكر اليهودي في أيام المسيح هذه العقيدة في أيام المسيح الآن يساعد كثير المؤمن اليوم يفكر ويحكي بهذا الموضوع أنه يسأل نفسه طيب لو الله ما كان ثلوف كيف يكون الوضع فهون عندك طريقين ممكن يمشي فيه طريق الأول هو طريق التلاميذ التلاميذ اللي هما يهود يؤمنون بقوة جازمة بالإله الواحد كيف هما فهموا الموضوع في الأول هذا طريق التلاميذ والرسل الأوائل أو أوائل المسيحية هنا طريق الآخر هي طريق الذي يرفض أي فكرة عن تعددية ضمن الإله الواحد اللي ممكن نسميها الوحدانية المطلقة بعض الناس سموها وحدانية مجردة بيعتمد على التعريف إنما وحدانية مطلقة رفض فكرة أنه هناك آب وإبن وروح قلوس ضمن الإله الواحد لو ابتدينا بهذا المفهوم مفهوم أن الله ليس قائم في علاقة سرمدية ثلوس لو بدنا هناك شو منلاقي منلاقي الإيمان بيكون الإيمان بإله واحد خالق أوكي وهناك الخليقة هو ليس قائم هيك الآن وهذا تتكلم عن الوحدانية المطلقة وحدانية المطلقة يعني إذا إفترضنا أنه وحدانية مطلقة شو نوع الإله اللي بدي منصوره في الوحدانية المطلقة بالضبط عم بحاول أشوف الآن هما بيقام من وحدانية حقيقية ونحن نؤمن بوحدانية حقيقية لكن الإيمان والوحدانية المطلقة بيرفض الآب والإبن ورح القدس بيصير الآن الفكرة هنا الإيمان فقط بخالق وخليقة الآن الصعوبة في هذا مع أنه هي حقيقة الله واحد لكن صفاته بتكونش واضحة صفاته بتكونش معروفة بتكونش الإنسان متأكد من طبيعة هذا الإله التركيز بيكون على مقدرته في الخلق عدالته في تنفيذ مشيئته والدينون لمن لا يطيعه يكون إله بهذا الشكل غير معروف إذا كان هو ممكن يتعامل معه بمحبة أم لا مش واضحة تماما الآن في المفهوم الوحدانية المطلقة الفلسفية بيصير بسبب التركيز على وحدانية الله بيصير فيه تركيز على قوته على قدرته لتتميم مشيئته هيك بيصير بمعنى بيصير صفات الله هي نابعة من مشيئته الحرة تكلم عن طلاقة المشيئة الإلهية عارف كيف بمعنى أنه مثلا إذا كان الله حبني أو اختبرت محبة منه بتكون لأنه قرر يعمل هيك بس ممكن يقرر العكس وبهذا المفهوم طبعا أي فكرة بنحكيها اليوم ممكن نوسعها بإثباتات أكتر بس نحن بهذا المفهوم بيصير الله غير ملزم لا بوعد ولا بناموت حتى بيصير بمفهوم وحدانية المطلقة بيصير أنك اتعرف الله تسأل عن صفاته غير مسموح ستطلع عبارات زي بلا كيف ولا تشبيه يعني ما تسأل كيف ولا تحاول تشبه كل ما خطر ببالك فهو هالك والله بخلاف ذلك بيصير حتى قائمة صفات الله بتصير عبارة عن زينة السماء يرددها لكن ممنوع على الإنسان يسأل معناها ايه بيصير واحد يآمن بايه عرفت كله بسبب التركيز على الله الخالق فقط بيصير اغسفاته غير واضحة بيصير الإنسان مش قادر يكم مش قادر يركم مش قادر يتكل على هذا الإله الخالق مش قادر يتواصل لأنه بعيد بعدين هذا الإله مش عم بيطلب منك تعرفه عم بيطلب منك ضلك بعيد تطيعه بتكون علاقة عبد إلى سيد وليست علاقة ابن إلى أب مختلفة هذا المفهوم عن الله بالوحدانية المطلقة التي ترفض الثلوث شو بيصير عندك بيصير عندك هذا النوع من الإله لكن إذا انتقلنا شوي للتلاميذ تلاميذ لماذا نحكي تلاميذ لأنه تلاميذ يهود أيضا يؤمنون بقوة بوحدانية الله من دون تقلقل وهكذا لازم يكون لكن مفهوم مفهومهم عن وحدانية الله بيختلف عن مفهوم وحدانية المطلقة بداية كيف بيختلف بيختلف أنه اليهودي حتى بحسب العهد القديم مطلوب منه يثق بصفات الله مطلوب منه يرتاح بصفات الله الله عم بيناديه تعال اعرفني هذا الإنسان الله بيحبه الله بيقول لك بديك تتأكد من صفاتي بديك تتكل على صفاتي تركن على صفاتي معناته عندك بداية مختلفة لليهودي التلاميذ فإنه عم بيآمن بوحدانية الله بيآمن بنفس الوقت بأنه صفاته ممكن نعرفها ممكن نتكل عليها لكن مش عارف كيف هاي السؤال مش عارف كيف فاثنين بيآمنوا بوحدانية الله اثنين بيآمنوا بشدة بوحدانية الله إما وحداني المطلقة ما بعرفه مش ممكن أعرفه الوحدانية بثالوث ممكن أعرفه لكن بدي أعرف كيف شو الطريقة فإذا بيداية مختلفة لأن شو اللي بيعمل تلاميذ يهود مكرسين الوحدانية الله إنه تقريبا بليلة وضحاها يسجدوا لإنسان اللي هو المسيح إلا إذا كان اخترق اختبارهم الشيء يفوق التصور لكن ضمن إيمانهم الحقيق بوحدانية الله بحيث ما تعارض مع الإيمان بوحدانية الله إذن عندك نفس الإيمان بوحدانية الله لكن هناك بهاي الوحدانية هناك سرية هناك جمال هناك شيء عظيم اللي ممكن تشوفه وتختبره بطريقة غير عادية يعني مثل ما ذكرت قبل الحلقة مش مشكلة عن تدور إلى حل صح لكن جمال جميل جدا لآلة وجواهر صح أنت بتحاول تكتشفها صح وكل ما تقدمت وتقربت لشخص المسيح بتكتشف جمال هذا الموضوع وهذه الحقيقة هذا المبدأ يا أحباء الثالوث ليس مشكلة بحاجة إلى حل بل هو جمال بحاجة إلى اكتشاف واكتشاف وتمتع وعباد هو جمال يعني ولا حد فينا بينظر لصورة من الطبيعة صورة جميلة للطبيعة بقول ياه شو هالمشكلة ما بقول شي بقول ياه شو هالجمال بدي أعود هنا وأتمتع أكتر وأسأل أكتر وأتحاول أخذ كل هالجمال ويدخل لعندي يعني هيك الثالوث بس للأسف الناصر يحكو بالثالوث كأنه مشكلة كيف بدأ حل عطينا جواب سريع وكذا الآن نحن بعدنا في البداية نعم فبداية نشوف أن الوحدانية المطلقة بتقدم لي مشكلة أنا مش قادر أعرف هذا إله بالعكس بتقدم لي فكرة لما تدرسة أكتر بتو مرعبة مرعبة يعني ما عنديش شي لكن هنا عندي شي بديت أمشي في مشوار لإكتشاف أعمق وعمق وأعمق لهذا الإله الآن نشوف ما بنقدر نحن نشوف كل الله دفع وحده ما بتقدرش يعني إذا بتشوف عملة عملة إلها جهة هيك وجهة هيك ما بتقدرش تشوفوا الوجهين بنفس اللحظة بتشوف إما الوجهات أو الوجهات ما بتقدر تشوف الوجهات فالله بتشوف جهة ثم ناحية أخرى ثم ناحية أخرى ثم ناحية أخرى وكل واحدة أجمل من التاني ضمن الإله الواحد ما نحكيش عن تعدد آلها عم نشوف نفس الإله الواحد عم نشوفه بطرق أخرى الآن نرجع للتلاميذ سجدوا للمسيح شافوا فيه شيء عظيم هذولا يهود يهود نعم الآن لما سجد إله بعد مقام الأموات منتصرا على الموت حقق الفداء اللي كان بوعد فيه موضوع الأنجيل هو حتى وصلنا للصليب المسيح ذهب للصليب ليه مش مشاننا مش مشان عفوا مش مشان يعرض نفسه ذهب للصليب بهدف واحد هو حتى يخلصنا نحن مشاننا نحن أخذ خطيانا زي ما وعد حتى يشيل يسامح يسامح كل من يؤمن به فورا مجانا يسامحوا لخطيانا بعدين يلبسوا بره يعني بصير تبادل جعل الذي لم يعرف خطيئة خطيئة لكي نصير نحن بر الله فيه أخذ خطيانا وشو أعطانا بره بالمقابل لما قام الأموات أثبت أنه كل ما وعد به هو صحيحا يعني بمعنى تاني نحكي به الشكل هذا لما ننظر الله كخالق فقط نعرفه جزئيا مش كليا لما ننظر للمسيح كفادي نعرف الله كليا بالكامل يعني بالمسيح يسوع اكتملت الصورة اللي كان التلميذ والعهد القديم يسأل عن هذا الإله الواحد كان فيه تساؤلات كتير كان فيه حيرة كيف فيه رحمة وفيه عدل كيف فيه ملاك يهو شو معنات ملاك الرب كيف ليش الأنبياء مقصرين كتير مرات الملوك في العهد القديم مقصرين الكهنة مقصرين فيه صراخ فيه صراخ باستمرار أعطينا كمان اكشف لنا من أنت كيف رح تحل فيه مشكلة متزايدة باستمر يعني فيه توتر متصاعد باستمرار يبحث عن حل وفجأة في البداية إله واحد الخالق فجأة وإذ المسيح بيعطينا الصورة الأخرى عن إله ليس فقط عادل وشبار وقوي لكنه رحوم نعمة محب يأتي إلينا يتجسد ويمشي بشوارعنا كامل من دون أي خطية ويذهب بذنوبنا إلى الصليب ويموت ثم يقوم الآن لما تنظر للمسيح عم تنظر إلى الله بكامله بشقيه الإله الخالق القادر على كل شيء العادل والإله الرحوم المحب المتواضع اكتملت الصورة يعني لما تنظر الله الخالق بوحدانية مطلقة تعرفه جزئيا محدود جدا مخيف أما تنظره بالناحية بالمسيح تعرف الله بكامله هذا هو الثالث فإذن يعني في شخص المسيح فيه بيجمع الصفات وفيه توازن في هذه الصفات يعني ما فيه صفة بتعلى على صفة لكن بيكون اكتمال هذا أو كمال الصفات في شخص المسيح من عدل مثلا من ناحية ومن ناحية تاني من رحمة من محبة لقداسة أو لعدل وهكذا يعني بتشوف الاكتمال هذا في شخص المسيح فإذا عشان نوضح للمشاهد أنت تكلمت عن وحدانية مطلقة لكن ما بتعطيك الجواب الكامل بتقودك إلى تساؤلات كثيرة ومن ناحية تاني وحدانية اللي احنا بتسميها الوحدانية الجامعة اللي بتشوف اكتمال هذه الصورة أليس هذا ما تقصد؟ هذا صح لا نلاحظ أسيس نزار البآمن بالوحدانية المطلقة فقط تركيزهم على الله الخالق الجبار الذي يقاسس ويدين كل من لا يطيعه وهو يقول كن فيكون وخلص كن فيكون بهذا الفكر إذا كان الله هذا كل ما في الله هذا بيبرر تصرفات المتطرفة عن بعض المتدينين تصرفات الإرهاب وإلى آخره باسم هذا الإله لأنه بنظر بالمنطق بتاعه هذا كل ما يعرف عن الله لكن لو اكتملت الصورة عنده بيجد أنه هذا الإله الذي يطلب العدالة هو بنفسه يمتص العدالة هو بيمتصها في نفسه في يسوع المسيح لكن في مفهوم الوحدانية المطلقة ليس هناك من يمتص العدالة الباب مفتوء ما فيش من يمتص العدالة فبيشعر من يؤمن بهذا الفكر المحدود عن الله بيشعر أنه بدي يخدم الله ويطبق العدالة بالقوة عن الله لو بس بيعرف أنه هذا الإله نفسه اللي بيطلب العدالة بتمم العدالة في ذاته في شخصه بزمان وما كان بمعجزة غير عدد فكل حاجة فكل حاجة تفسر بحسب كيف تفكير الشخص خلينا على سبيل المثال نأخذ شخصية يسوع المسيح الكتاب يتكلم أنه الكلمة صار جسدا اتخذ جسد في أحشاء قديسة المطوبة مريم العدرة فنحن نقول أن المسيح مولود بحسب كلمة الله بالنسبة للفكر الآخر فإذا المسيح هو مخلوق لأنه لا يتمشى مع فكرة الوحدانية المطلقة صح إذا ممكن توضح لنا الفكرة أوكي المسيح قائم سرمديا بعلاقة مع الآب هذه الآن نرجع شوي للخلف طبعا الثالث ممكن ننظر إله بعدة زوايا مختلفة لأنه جمال ننظر إله بهيك أو هيك أو هيك الآن لما شفنا أنه التلميذ لما شافوا المسيح وعرفوا منه وسجدوا إله وشافوا شيء غير عادي بشخص المسيح واحدة من الأشياء الأخرى اللي المسيح بيجاوبها أنه كيف الله قائم سرمديا بحالصفات اللي عنده اللي بيرنموها في العهد القديم وعنده المزامير كله ترنيم في صفات الله كيف ممكن هالصفات تكون موجودة لما إجا المسيح وظهر المسيح تعرفوا الجواب أنه الصفات تكون موجودة في الطبيعة الإلهية إذا كان فيه هناك علاقة يعني خلول صفات المحبة إذا كان فيه محبة لازم يكون فيه محب وفيه محبوب حتى يكون فيه صفات المحبة فإذا صفات المحبة قائمة سرمديا في الطبيعة الإلهية ينبغي أن يكون الفاعل والمفعول به المحب والمحبوب موجود سرمديا بمعنى آخر كان مؤمنين العهد القديم عندهم نص جسر نص جسر بيقامنوا بصفات الله بيرنموا إلها عارفين أنها موجودة سرمديا في طبيعة الله بس مش عارفين كيف كيف هالصفات موجودة محبة وين بحب مين كيف رح تنحب ابن أوكي ابن الله النصف الثاني من الجسر توضح صارت 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 واضحة شو الفكرة الآن أنه في طبيعة علاقة بين الآب والابن الآن هو ما صار ما صار ابن هو قائم هيك سرمديا عدم التغير يعني هو فينا وبلاننا قائم هيك آب وابن وروح قدس هذا بيقودنا لموضوع الروح القدس وين إجا موضوع بس بديش أتصبق الأمور إذا عندك سؤال هو بس يعني على موضوع المحبة فإذا يعني إذا المحبة طبيعة الله فمنذ وجود الله طبيعة المحبة موجودة في الله صح مش أجد في وقت معين من الزمن صح في الخليقة أو لما تجسد المسيح صح مثلا كتطبيق عملي نحن نؤمن الله رحمن الله رحيم الله محب لكن هو بالمفهوم الوحدانية المطلقة هو رحيم لأنه قادر يكون رحيم نابع من قدرته قادر يكون رحيم قادر يكون العكس قادر يكون محب قادر يكون العكس بس نحن ما منعرف هي من الصفة في ذاته هو قرار حسب مشيئته ولا نعرف هذا القرار مش مفروض نحن نعرف ولا حتى مفروض أعرف شو معنى الرحمة والمحابة والآخرة بس بمفهوم الوحدانية في ثالوث الوحدانية الأبوية هذه العلاقة الله يحبني لأنه هو محبة طبيعته هيك بقدر أرمي نفسي عليه مش أنه قرر يحبني أو قرر يرحمني هو طبيعته الرحمة طبيعته المحبة ما بتغير هو طبيعته هيك وبيناديني حتى بتحدانا نعرفه هلما نتحاجر يقول رب تعال جربنا شوف صفاتي إذا كان أكيد ولا لا ففي دعوة أنه نعرفه بصفات أكيدة وليس صفات ممكنة صفات أكيدة فبالنسبة الوحدانية المطلقة إذا بدأت أكد كأنها كفر لأنني أنا حددته التعريف الله روعة تأنيس إذا الكلمة صحيحة أنا بحاول أجيبها من اللغة الإنجليزية التأنيس هي الكلمة الصحية أنه بيتكلم بصفة أو بلغة بشرية مثلا يبصر يسمع يشعر مثلا يعني موجودة هي عند الوحدانية المطلقة بيتكلموا عنها بيس بقولها هي ما إلهاش معنا ما تسأل شو معناها بالنسبة للكتاب مقدس التأنيس أو أنثروبومورفزم التأنيس هو لأن الإنسان خلق على صورة الله فنحن مثله نحن نشبهه طبعا مع فارق المستوى بمعنى أنه لما أنا كإنسان أحب ابني عم بمارس المحبة اللي عند الله إنما محبته لا نهائية كثير أعلى وأقوى وأضمن من محبتي أنا إنما بعرف شو معنى المحبة لأنه أنا مخلوق على صورته فلما يقول لي أنه الله بيحبني بعرف شو معنات بيحبني بقدر أثق فيه أنه بيحبني مش إنها صفة ملهاش معنى فعشان كل الكلمات التأنيسية هي حقيقة كلمات تصف الطبيعة الإلهية اللي أنا مثله فهي مش إنه هو زينا نحن زيه بهذه الصفات بدرجة محدودة طبعا التعبير دائما اللي بنسمعه إنه هذا الشيء مناقد للعقل أو المنطق فالسؤال هل هو فعلا مناقد أم هو فوق العقل الموضوع المنطق الآن كمان مرة أخرى زي أي موضوع اللي بنحكي لحدها كل فكرة حكيناها ممكن نوسعها وبدأ جلس لحالها هذا الموضوع نفس الشيء المنطق الآن عقيدة الثالث عكس ما يظن تنسجم كليا مع المنطق وليس ضد المنطق هي فوق المنطق بلغة أغسطينوس من قرن الرابع الإيمان الساعي للفهم أنا أؤمن لكن أسعى للفهم وإذا درسنا المنطق بتلاقي أنه العقيدة الثالث منسجمة جدا مع المنطق ونمكن نمشي فيها درجة درجة وهي موجودة في هذا الكتاب ذكرتوا كتب أخرى رح تطلع ممكن مشاهدين يعرفوا عنها بس أحدها ذكرنا أحد الأمور المنطقية موضوع الصفة الصفة تتطلب المحبة تتطلب محب ومحبوب العلم يتطلب عالم ومعلوم وهكذا هذه منطقيا وحتى هذه تنسجم مع المنطقية الثالث هذه بداية بعدين ننتقل لأخر هل لازم يكون ثلاثة أم تنين على الأقل ثلاثة أو على الأكثر ثلاثة هذا موضوع آخر اللي بحب إذا نيجع كلية اللهوت أهلا وساء فيكم بس للعلم وإذا سمح الرب أعطانا وقت ندخل فيها حب حب خطوة خطوة حتى نرى أنه الثالث منسجم كليا مع المنطق مش أصدي أنه نحن الإنسان اكتشف الثالث بالمنطق لا الثالث أتى بإعلان بإعلان من الله والإعلان فوق المنطق إنما لما أتى الإعلان إلي وجدت إنه الإعلان الذي أعطي لي تماما مسجم مع المنطق ولقيت إنه بالعكس الوحدانية المطلقة إذا بتفكر إذا بتفكر إذا بيفكر المشاهدين إنه عنا مشكلة في عقيدة الثلاث جرب الوحدانية المطلقة هناك المشكلة هناك الصعوبة متاكل مرعبة في الوحدانية المطلقة هذا الشيء الجميل في الموضوع فإذا منطقيا من الأسهل الشخص يؤمن بالوحدانية الجامعة الجامعة المانية هذا اسم آخر للثالث الوحدانية الجامعة المانية طيب رح نأخذ فاصل قصير وبعدين نكمل أسئلة وبعدين الإخوة المشاهدين إذا عندك أي سؤال بتحب توجه حول هذا الموضوع بكل سرور رح نفتح الخطوط ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اهلا اعزائي المشاهدين برحب فيكم مرة تانية في هذه الحلقة معي دكتور عماد اشحادي مدير كلية اللهوت بالاردن وحديثنا طبعا عن الثالوث حكمية الثالوث هل يؤمن المسيحيون بإله واحد أم ثلاثة وشرح عن الفرق بين الوحدانية المطلقة وبين الوحدانية الجامعة المانعة وقبل ما اوجه السؤال مرة تانية دكتور عماد له مؤلفات كتير حول هذا الموضوع فيك يعني تطلب هذا الكتاب وفي كتب يمكن كمان شهرين بيطلعوا على نفس الموضيع من دار المنهل ممكن تطلبها وعلى فكرة هو كمان عامل دراسات حول هذا الموضوع عن حتمية الثالوث فيك تفوت على يعني تحط حتمية الثالوث وتفوت على اليوتيوب وتشوف هذه الموضوعات أنا بعتذر دكتور عماد أنت متخصص في هالموضوع وهنا بتتكلم عن يعني العهد القديم والعهد الجديد والمجامع الكنسية والإشكالات ومنحاول تعطينا فقط بهالحلقة المضاء فيه كلمات كتير منسمعها الكلمة اللي أنت حضرتك ذكرتها الوحدانية الجامعة المانعة وكتير مرات إحنا كخدام مرات منتكلمها يمكن منردد كلمات لكن شو المقصود بهالجملة اللي إحنا منرددها الجملة هذه هي لأنه حكينا قبل شوي أنه كلمة الثالوث مش موجودة في العهد الجديد فممكن العقيدة موجودة فممكن نعبر عنها بطرق مختلفة أنا بحب أحكي عن الوحدانية الأبوية الآن فيه فيلسوف مسيحي رائع جدا اسمه عوض سمعان نعم انتقل إلى المجلس قبل ما أتعرف عليه فأنا بعد ما كملت كتير من الدراسات وكتشفت عوض سمعان قلت يا شو رائع كتباته رائعة جدا ممكن المشاهد يستفيد منه هو اللي طلع بمفهوم الوحدانية الجامعة المانعة هذه استلاحات عوض سمعان مانعة يعني الله مانع لوجود إله آخر ما فيه غيره أيضا الإيمان بإله واحد لما أقول جامعة أنه هذه الوحدانية الإله الواحد يجمع فيه كل مستلزمات وجود الصفات بمعنى أنه في الإله الواحد هذه أي صفة تتطلب علاقة يعني زي ما حكينا مثل المحبة أو العلم أو الرحمة هناك المحب والمحبوب فوجود هذه العلاقة اللي اكتشفها التلميذ ضمن ذات الإلهية الواحد هي اللي بتأكد على حيوية وحقيقة وسرمدية صفات الله فلما أقول جامعة يعني جامع لكل مستلزمات وجود الصفات الإلهية ونشاطها وعملها سرمديا منذ الأزل وإلى الأبد فهيك معنات جامعة مانعة هذا الاستلاح اللي استخدمه عوض سمع فهي استلاح تاني دائما مستعمل أنه نحن نؤمن طبعا بإله واحد في ثلاثة أقانيم كلمة أقنوم مش مفهومة لكتير من المشاهدين طبعا اللي بيشوفون على هذا البرنامج أوكي خلينا نشرح وهذا سؤال كتير مهم مرات كتير الناس بقولوا أؤمن بإله واحد بثلاثة أقانيم آمين بس مش كتير ناس عارفين شو معناتها شو معنات أقنوم هلا كلمة في اللغة العربية في هناك كلمة أقنوم بس مستخدمة بمعنى آخر كليا الكلمة أقنوم المستخدمة هنا هي قنومة جاء من السرياني اللي هي اللغة المسيحية اللي اجت بعد اللغة العرامية من السرياني قنومة شو معنات قنومة حقيقة قنومة معناته شخص شخص هلا باللغة الإنجليزية بتقول عن الثالوث لو حكينا باللغة العربية نحن نؤمن بثلاث أشخاص قد يسأل فهم مباشرة نؤمن بثلاث أناس يعني إنه في إنسان وإنسان وإنسان وجوهر واحد شانهيك صار ابتعاد عن كلمة شخص لكن شو تم اختيار تم اختيار كلمة غير عربية لأنه معناها مش معروف مع أنه معناها شخص نفس الشي قام بإقنومه قدم بإقنومه نفسه لأجلنا مثلا فكلمة إقنوم معناته شخص فإذا شو الفائدة من كلمة إقنوم الفائدة فقط لأنها كلمة غير معروفة أن تستبعد معنا شخص كإنسان لكن الفكرة منها أنه كل من الآب والإبن والروح القدس هما شخصيات وليسوا أشياء هما شخص الآب يحب الإبن والإبن يحب الإبن في محبة حق بين شخصيات لكن يجمعهم جوهر واحد إحنا البشر بناتنا هنا في الستوديو نحن شخصيات لكن لا يجمعنا جوهر واحد كل واحد فينا جوهر مختلف طبيعة مختلفة لكن هنا في الطبيعة الإلهية يعلن يكشف عن نفسه نقائم سرمدين كآب وإبن في جوهر واحد لكن هما شخصيات متميز متميز بتميز الواحد عن الثاني يعني نجمعهم جوهر واحد أو طبيعة واحدة هذا بقودنا الروح القدس لازم نحكي فيه بعد وشبه نحكي بس أنه يعني اللي مات على الصليب هو الإبن صح فهذا يعني التميز يعني عساس ما مرات فيه بيكون المزج أو الخلط وهذا اللي كانت الكنيسة الأولى اتحارب يعني هذا البدء مضبوط الفكرة هون منها اللي نحكي عن تفضلت فيه أساس نزار هي المظهرية أو المودالية اللي فيه كأنه الآب هو نفسه الإبن كأنه هو نفس الشخصية بيشلح البدلة وبلبس بدلة أخرى مظاهر مظهر يعني لا ما فيه مظاهر ما فيه تمثيل هنا ما فيهش خداع فيه شخصية الآب اللي يمثل الثالوث ويمثل الله بأكمل يطلب العدالة ضد خطيئة الإنسان فيه شخصية الإبن اللي بنفذ العدالة في شخصه نحو الآب فنفس الله فيه طبيعته يطلب العدالة ويطبق العدالة عن نفس الإنسان ما بدر يتحمل العدالة إليه ما بدرش نتحملها بتقضي علينا لكن هو تحملها دكتور عماد أنت ذكرت إصطلاح أنه عن ثالوث الأبوية وإذا ممكن يعني تفهمنا هذا الإصطلاح مع موضوع الروح القدس أو علاقة الروح القدس في الجوهر الواحد من هذا اللهم شوف لما بسأل لناس كتير عن فسر لي الثالوث إيش يعني الثالوث بدي أجاوب بطريقة ما تكون فلسفية بعيدة عن القلب بقول شو يعني الثالوث بقولهم الله يعني أب هو أب أب مش أب إلنا هو أب في طبيعته في طبيعة أبوية فيه في هالطبيعة البنوية الأبوية موجودة فيه شخصا هذه الطبيعة اللي فيه هي اللي بتقربني إله إن شاء الله يجي وقت إما هاي الحلقة أو الحلقة اللي جاي نحكي عن هالغنى المعنى البنوية اللي موجودة في الطبيعة الإلهية فهو تعبير آخر عن الثالوث لما أقول الله أب معنى الله أب له إبن والعلاقة بناتهم بين الآب والإبن هي الروح القدس بس أيضا هو شخصية هذه بحاجة شوية لشارك أنا بستخدم كلمة الوحدانية الأبوية كتعبير آخر عن الثالوث الوحدانية في الثالوث أو الوحدانية الجامعة المانعة عود سمعنا فهي تعبير مختلفة حتى تبسط الأمور بس بالنهاية نحكيها بها البساطة مرة أخرى لما بتعرف الله كخالق فقط تعرفه جزئيا لما تعرف المسيح كفادي تعرف الله كليا هذه هي تكمل الصورة ودور الروح القدس في هذا الموضوع دكتور عمال الآن كلمة روح كلمة روح لوحد إحنا لما نستخدم لما نوصف شخص نقول له صفات كذا نستخدم كلمة صفات صفاته كذا كتاب مقدس بدل ما يستخدم كلمة صفة بيستخدم كلمة روح مثلا تقول روح الوداعة شخص عنده روح وديعة روح الحكمة روح الحق تحكي عن صفة الوداع صفة الحكمة صفة الحق ممكن كلمة روح والكتاب مقدس تستخدم سلبيا روح العبودية روح سبات في روح ضد المسيح أشياء سلبية الآن فكلمة روح يعني صفة لما نقول الروح القدس عم نحكي عن كل ما هو مقدس ليس هناك أي شيء سلبي كل شيء إيجابي كل شيء كامل روح الله معاته صفات الله مجتمع الآن فالروح القدس هو الروح الذي يجمع كل الأرواح المقدسة بمعنى كل الصفات المقدسة فيها الروح القدس روح الله لكن الروح هذا ليش بشمع ليش الروح القدس بيجمع كل الصفات لأنه شخصية أقنوم مساوى للآب وللإبن الشخصية تستطيع أن تجمع كل الصفات هلأ لاحظ شو هذا مهم لأنه في الوحدانية المطلقة الصفات نابعة من مشيئة القدرة بينما في الكتاب المقدس الصفات مجتمع في شخصية بحيث أن كل الصفات متساوية كل الصفات عاملة ما في الصفة تعمل من دون الصفات الأخرى بعطيك في الروح القدس الإله الكامل كاملا فإذا نقدر نقول علاقة عجيبة سرمدية بين الآب والإبن بروحهما الروح القدس الذي هو روح الآب روح الإبن روح الله يجمع كل صفات الكمال فلما نقول الأب والإبن روح القدس عم نحكي العلاقة بين الأب والإبن بالروح القدس اللي هو يعطي الصورة الكاملة لهذا الإله ممكن نأخذ مكالمة دكتور عماد طيب في معانا مكالمة من اليمن من أبو نادر أبو نادر أهلا وسهلا أنت معانا على الهواء تفضل أهلا وسهلا فيك أخ نزار أخ نزار أهلا وسهلا فيك أخ دكتور عماد أهلا أبو نادر تفضل حبيبي ربي بارككم في عندي سؤال بما أن الله واحد وحدانية جامعة مانعة أي مانعة للتجدد والتطور والإضافات مصبوب مانعة للتطور والتجدد والإضافات فكيف أضيف إليه ابن الإنسان الذي هو الجسد كيف أضيف إلى الله الذي هو ابن الإنسان هل أضيف لها التجسد فهمت السؤال دكتور مات طيب خليك معانا أبو نادر اسمع الجواب شو كان لك أبو نادر ونحييك باليمن شو كان لك على السؤال أبو نادر بس ممكن أنت مؤمن بالمسيح أنا مؤمن بالمسيح طيب ربنا يباركك اسمع الجواب وسؤالك مهم أبو نادر أبو نادر الآن لما عرفنا الوحدانية المانعة المانعة وحكينا أن المانع هي مانع لوجود أي إله آخر ما فيش إله آخر غير الإله الوحد هيك المقصود بكلمة مانع مش مجرد إضافات يعني المذكر الإصلاح طبعا بهذا طبعا نؤمن أن الله لا يتغير الله لا يحصل عليه تغير ولا يتجدد ولا يتحسن هو كامل مش بحاجة إلى تحسين ولا نقصه شيء يعني لا يعتريه تغير ولا ظل دورا بالضبع الآن تعليم الكتاب المقدس ليس أنه الله تغير وصار إنسان هيك بيكون تغير صار الله ما تغير بطل الله وصار إنسان وبيتكلم عن فكرة ابن الإنسان يعني أوكي اللي صار إنه الله أضاف طبيعة بشرية ولم يتغير هو بذاته مثلا لو نقول الملك صار راعيا يعني تخفى بشكل راعي ومشى في وسطنا لكن لا زال ملكا لم يتخلى عن كونه ملكا فالله بقي الله دون أي تغير فيه إنما لما أضاف الطبيعة البشرية هذا تعبير عن صفة المحبة الغير متغيرة فيه تعبير عن صفة التواضع صفة الرحمة صفة الله الذي يمتد إلينا تم التعبير عنها في التجسد فالتجسد ليس تغيير في الذات الإلهي إنما تعبير عن الذات الإلهي هو ليس تغيير إطلاقا إنما تعبير لكن المسيح لما اتخذ جسد في ملء الزمان لكن نحن نتكلم عن ابن الإنسان كمان الأزلي مش يعني بفترة معينة اتخذ جسد مظبوط لكن ابن الإنسان بظل ابن الإنسان حتى للأبد في مجيء الثاني للنهاية في السماء فإذن ابن الإنسان تعبير عن طبيعته البشرية هو يمثل الإنسان فعندك تعبيرين مقابل بعضهم البعض وهذه يركز عليهم سفر الرؤية ابن الله وابن الإنسان طبيعة الإلهية طبيعة البشرية في هالإنسان في هالشخص العجيب ليجمع الطبيعتين في ذاته أوكي وهذا رح نحكيه في حلقة قادمة دكتور عمادي يمكن عشان نوضح للمشاهد هذه الفكرة بشكل الأعمق طب خلينا أخد كمان مكالمة من الأخ جورج أخ جورج من كندا أهلا وسهلا فيك أخ جورج تفضل السلام الربي السوع ربي باركك أخي نزار وضيفك الكريم الأخ عماد أنا عندي سؤالين بس بدي أسأل هل نصبع أن نقول أو نشبه إذا إذا استطعنا أن نقول ذلك بالإهرام دلوء الثلاث وجوه بثلاث أضلاع متساويين أنت قصدك عن المتلت يعني نعم أنت قصدك متلت بثلاث أضلاع بثلاث أضلاع متساوي ولكن مشتركين بالجوهر ولكن في عندي السؤال الثاني اللي دائما أريد أقوله كما لأنه الرب لما قال الرب يسوع قال يغفر لكل من يجدف للأب والإبن وإسم الأب والإبن ولكن لا يغفر من يجدك على روح القدس العادة يعني أنه أعطاه قوة أكتر أو يعني شو بدي أقول أنه فضلوا تضلي شيء الثالث اللي كنت بدي أشار فيك تعليق أنه لو لتالوت الأغدس لو ما جاء المسيح بطبيعة بشرية التي هو نحن صورة عنه عن الرب يسوع تنازل وطوابع يأتي إلينا وكما يقول فدانا في دمه الطهر بدون خطيئة لما كان حدث هناك مثل ما يقول الرسول بوس رأيناه ولمسناه في أنه تعرض شيء خيالي يتخيله شيء أقوى منه وشيء كطاقة مثل ما يقول الملحد في السماع تعبر وتعمل ولكن أراجع أن يشارك ليس فقط وليرفع الخطيئة أيضا لأنه يجب على من يرفع الخطيئة أن يكون مساوي للآن بالجوهر بدون خطيئة فكان ووجب أن يكون هو المسيح وبعدين في العبرانين الشحاح العاشر إذ يقول أن الدبيحة وقربرة ومحرقات ودبائح للخطيئة في الأبرانين لم ترد ولا شررت بها ثم قال في التاسع يقول ثم قال هاين ده أجيغ لقع المشيئتك يا الله ينبع الأول لكي يتبت الثاني واشكر شكرا شكرا كثير يا أخ جورج شكرا كثير ربنا يباركك خلينا أقول يعني موضوع التشبهات يعني كثير مرات من حاول نشبه الروح القدس بتشبهات والكتاب يعني الله بيتكلم عن نفسه بمن تشبهونني يعني أنا بحس مرات حتى كل تشبيه أرضي يمكن يكون ناقص عن تشبيه كمال الكمال صح تمام سيس نزار التشبيه ممكن تساعد بناحية ما بتعطي كل الصورة وإلا الله بيكون يعني بيصير على أدنى نزغره تشبيه بتساعد ربما تكشف ناحية صغيرة مثلا تعددية في وحدانية بس ما بتكشف كل شيء ممكن تساعد بس ما بندر نتكل عليها كليا وذكر كمان سؤال تاني عن تجديف الروح القدس يعني إذا كل خطية تخفر على الإبن على يسوع المسيح ما معنى أنه لا تخفر بموضوع الروح القدس الآن نحن نعرف أن الكتاب مقدس واضح أن كل خطية معترف بها تخفر إذا كان الملك داود الذي زن وقتل عندما اعترف الله سامح رأسا والمسيح دفع الثمن يا رب الأياء باتي اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون تشوف هالأد فالغفران مفتوح لكن شو بيقصد عن التجديف اللي بيحكي الشي عن الروح القدس شو يعني التجديف على الروح القدس الآن في السياق هذا بيتكلم عن ما هو داخلي وما هو خارج أوكي لاحظ رأسا بعد ما حكي هيك بيحكي عن الشجرة الفاسدة من جوه والثمر بيكون فاسد إذا صحيحة من جوه بيكون الثمر صحيح بيقول الإنسان نفس الشي بيقدرش يمثل يعني يمثل الكلام بيقدرش يمثل على الروح الله بيقدرش يقول شيء وقلبه شيء تاني بمعنى تاني يعني أكبر خطية تختفر إذا كان الإنسان كان صادق في الاعتراف قول الصدق الحق وأصغر خطية لا تختفر إذا ما كانش الإنسان صادق هذا يحكي عنه بمعنى إنه لو كان داود اللي حكينا مثل عنه أو شاول أي واحد منهم ما كان صادق في الاعتراف لا تخفر له أكيد أما إذا كان صادق تخفر مهما كانت الخطية إذا كان الإنسان يعني التجديف بيكون الروح قدس بحكي شيء أنا بحكي شيء تاني العكس التجديف هو الاعتراف إنه فقد الحس مثل ما بقول للكتاب المقدس أصلا ما عندوش الاهتمام الروحي ومش بس ما عندوش الاهتمام الروحي لما المسيح أخرج الشياطين قالوا لا يعني إنه يخرج الشياطين ببعل الزبول برئيس الشياطين فبدلا يعني إنه مش بس قاوموا وتقصوا لكن نسبوا عمل الروح الله إلى الشيطان صح لأنه هون الاعتراف معناته لما روح القدس بحكي شيء أنا بحكي نفس الشيء هذا يسامع لأن ذكر نقطة الأخ إنه هل معناته هذا روح القدس أهم لا 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 مش هيك هذي مثل من الأمثل الكتير في الكتير المقدس كيف الأقانيم الآب والروح القدس بكرموا بعضهم البعض الإبن يكرم الآب الآب يكرم الإبن الإبن يكرم الروح القدس زي هنا وروح القدس يكرم كل واحد يكرم الآخر بالتساوي مع أنهم متساوين في المقام طيب أبو أيمن رجع عنده كمان سؤال من اليمن أهلا وسهلا أبو أيمن تفضل بسؤالك من فضلك أهلا وسهلا أبو نادر علص صوتك شوي يا أخ أبو نادر أنا أبو نادر كان عندي سؤال كمان آخر بما أن الله بما أن كلمة الله تجسد وصار جسدا كلمة الله صار جسدا هل الجسد هذا هل الله يعني لما نقول أنه يكون في شكل إنسان يقول ويخرج ويبكي ويهان كيف يعني من يحمل الله هو يتعرض لهذه الأشياء المهينة طيب شكرا كتير أبو نادر فهمت السؤال دكتور أوكي أوكي يعني تجسد الله الفكرة هائلة مش معقول إذا أنا جندي إذا أنا جندي في الخندق وعم بحارب عدو شرس ضد شعبي وإجا الملك البلاد أو رئيس الدولة صار جندي مثلي وإجي بالخندق معي هل هذا يحط من قدره أو يقلل من شأنه بالعكس هذا يرفع من شأنه أو هل الله عاجز إنه إذا كان يتجسد هو بتجسد بالفعل لما تجسد اختبر كل شي بيختبره الإنسان كل شي ليس هناك شيء بعيد عنه لهذه الدرجة هو محب حتى يصير لهذه الدرجة يصير معنى ويختبر كل شيء كمان توضحت الفكرة إنه الوحدانية المطلقة خلاص أنت بتتنظر لالله أو لإله من منظور ضيق ما مش من من منظور الكمال صح وهنا هنا الفكر اللي بتصعب والناس مرات يفكروا فيه هو تواضع الله الإلهنا إله متواضع مش متشامخ هو يفوقنا ويسمع عنا لكن شيء جوهر في طبيعته هو التواضع حتى يوصل إلنا بمحبته وهذه الصفة هي اللي قادت للخلق هي اللي قادت للتجسد هي اللي قادت للفداء نفس الصفة هذا هو إلهنا أخذ كمان مكالمة من الأخت نهال من المملكة المتحدة أهلا وسهلا أخت نهال تفضلي أهلا بحضرتك أسيس نزار أنا بشكر حضرتك جدا على إسرارك على توضيح أساسيات إيمان المسيحي وبتبذل كل جهد علشان تهضح الحق بدون أي مساومة فأنا بشكر كمان الدكتور عماد على توضيح الرائع أننا كمسيحيين لا نعبد ثلاث آلهة ولكن إلها واحدا بس أنا أحاول أحط سؤال أذلي أبدي كما سؤلت به أنا من أحد أصدقائي وإخواتي المسلمين ولو أنا تقمصت دلوقتي شخصية إمرأة مسلمة وبشاهد البرنامج بتاعكم هقول حلو إيمانكم يا مسيحيين وهو فعلا مش ضد العقل لكن فوق العقل طب أنتوا قابلين كده لأن إيمانكم المسيحي وعقيدتكم في جوهرها فيها بتؤمنوا بإله واحد في ثلاث أخانين لكن أنا كمسلمة لم يأتي في كتابي وهو القرآن الكريم هذا التعليم فإيذن دي أنا طلعت لقيت أدائي وأجدادي بسلموني إيمانا مختلفا تماما وهو أن الله لا يلد ولن يولد وبعدين تقولوني بعد كده أن الله بيحب الجميع سواسية طب ليه ما يسكم أنتوا يا مسيحيين بهذا التعليم ولم يعطي لي ولا لليهود مثلا ده أول شك عايزة أزود الموضوع تعقيدا وأقول أن إحنا المسيحيين بنقول لا أحد يستطيع أن يقول أن المسيح رب إلا بالروح القدس فهل أنا كمشاهدة مسلمة لم يعطى لي الروح القدس إن قلتولي أعطي ليكم لأن الله مش بيفرقوا بيدي للكو طب ليه مش قادرة أعترف أن المسيح رب وإن قلتولي لأ فالروح القدس لم يعطى لك يبقى الله مش عادل خصوصا وحط تحت كلمة خصوص المليون خط إنكم بتقولوا أنه بدون هذا الإيمان وبدون هذا الاعتراف أن المسيح رب لا خلاص لي فهل هذا عدل فإيه رأي حضرتك شكرا كتير يا أخت نهال بس خلينا أقول لك بالسريع أنه هذا الموضوع رح نتناوله في حلقة أخرى أكتر إسهاب لكن معاك دقيقتين دكتور عمال اتوصل الفكرة من الأسئلة لطرحتها الأخت نهال شكرا يا أخت نهال سؤال كتير منيح بس خلينا نحكي في البداية الإنسان لا يخلص ولا يأتي لمعرفة الله بمقدار أو حسب تفهمه لعقيدة الثلوث كل ما هو مطلوب الإنسان أنه يآمن المسيح فدا أنه فيه لك غفران وخلاص أبدي بما صنعوا المسيح ولما الإنسان يختبر في داء المسيح بيكون هذا الباب حتى يختبر الله وللمعلومات أختي كثيرين من ناس مسلمين عرفوا المسيح وكثيرين ناس مسيحيين لا يعرفوا المسيح وشيء عجيب جدا أنه هذا الاختبار شخصي الكتاب مقدس بيحكي عن المسيح كسر بمعنى اللي هو سر الأسرار للمسيح بمعنى من يريد أن يعرف رب يعطيه بحسب ما هو عم بفتح قلبه بيعطيه أكتر بيعطيه أكتر فالنقطة البداية مش معرفة الثالوث نقطة البداية هي الإيمان بخلاص المسيح اللي قدموا على الصليب هاي البداية بس والباقي عليه بيصير تدريجيا ويعني لو يعني هاي نقطة كتير كتير حلوة إذا بتضيف عليها يعني بس توضحها أكتر إنه مش معرفة الثالوث اللي بتخلص لكن أنا محتاج أخلص صح وبعدين أبتدي أنهل من هالبركات صح وأفوت في معرفة الثالوث خلاصنا هي بما صنعوا المسيح على الصليب وليس بفهمنا للثالوث بس أأمن بما صنعوا المسيح على الصليب وهذا المفتاح حتى أعرف الله كليا وليس جزئيا وهذا موضوع مثل ما ذكرت إنه اليوم هو مذاق يعني بس تيست لكن بشجعك إنه تطلب الكتب موجودة في المكتبات المسيحية أو من دار المنهل للدكتور عماد حول هذا الموضوع وكتب أخرى وفيك تفوت على اليوتيوب يعني تشاهد حلقات حتمية الثلوث لكن كل الغرض من هذه الأسرار العجيبة هو أنك أنت تختبر محبة المسيح وتختبر خلاص المسيح المسيح جاء حتى يضحي بنفسه من أجلك ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه وهو بدل نفسه فدية عن كثيرين فإحنا منحب الله بسبب أنه أحبنا وأن المسيح ضحى بنفسه هو الضحية ضحى بنفسه من أجلنا حتى أنت وأنا لا نهلك بل يكون لنا الحياة الأبدية ولما تأتي إلى معرفة المسيح عندك حب أنك تعرف أكتر وأكتر مثل ما ذكر الدكتور عماد أنت بتحب الطبيعة وتستمتع بجمال الطبيعة بعد شوية بتصير دك تعرف تفاصيل الورقة والإخضرار وكل هذه التفاصيل هذه لأنه في محبة في داخلك لشخص المسيح العجيب فتريد أن تعرف أكتر إذا عندك سؤال ابعث إلنا والربي باركك ترجمة نانسي قنقر